كاففان كاف تقول لكم الحدث بالصوت والصورة لأن الحكومة السابقة تلكأت في إصدار هذا النظام بعد سنة وسبعة أشهر النظام الأساسي خرج في شهر مارس وتتذكرون جميعاً في نهاية شهر مارس كنا في الإغلاق بسبب كورونا أو سنة أخرى على الأقل لم تكن أكثر من سنة وبالتالي حوالي ثلاث سنوات المجلس الوطني كان تقريباً عمله مشلول كان قليل من الاشتغال عن بعد هذه من العوامل بمعنى أنه من يكن نقشه اليوم المجلس الوطني يمكنش نقشه خارج واحد السياق تاريخي دياله ضروري من وضعه داخل هذه السياق هذه المرحلة التأسيس بينتنا مجموعة من العيوب وأنا ذكرتها في العرض الدياني هذه الاختلالات فاضيعة وكبيرة جداً وأضعفت المجلس الوطني قرارات المجلس الوطني للصحفة لا في الأخلاقيات ولا فيما يتعلق بالنزاعة الشغل لا قيمة لا لأن القانون لا ينص على إجبارية تنفيذ هذه القرارات أيضاً فيما يتعلق بالتركيبة فيما يتعلق بالصلاحيات نحن في النقبر الصحفة المغربية نقول ما يلي أولاً لا يمكن أن نستمر في هذه المؤسسة في هذه القوانين المختلة لأننا سنعيد إنتاز نفس التجربة لابد من إصلاح القوانين وإدخال تعديلات تعطي صلاحية حقيقي إن هذا المجلس تتدارك تلك الاختلالات وبعد ذلك يجب أن ننتقلها للمرحلة مقبلة سواء بانتداب أعضاء المجلس الوطني سواء بانتخاب أعضاء المجلس الوطني هذه قضية ما عندش أهمية كبيرة من نسبة لنا إحنا اللي من نسبة لنا هو القرارات المجلس الوطني تكون قرارات إجبارية وعند تأتيه وقوية ومجلس وطني حقيقي ماشي مجلس وطني السوري ومع ذلك نعتبر هذا النقاش اللي يمكن يتيله يدخل في إطار حرية تعبير كل واحد يقول لغا ولكن إحنا كميهنيين ننظر إلى تجربة من الداخل